سؤال بيقول انه هو عنده 25 سنة متجاوز من شهرين انا مش عارف احكاية المتجاوزين صغرين او دولوه متجاوزين شهرين وبيقول ازاي اقدر اتحكم في نفسي واستمر فيه العلاقة مدة طويلة يعني يقصد انه عنده سرعة تخصر لا انا عايز اعرف بس انت مطرد على انه 25 سنة ولا انه متجاوز من شهرين لا انا مندهش سن صغير وعندهم مشاكل واضح ان كان دايما المشاكل الجنسية بتيجي مع سن اكبر من كده والله لسه النهاردة كنت بقول الكلام ده كنت بقول يعني اولا بدأت شغلي كان بيبتدي سن الناس اللي بيجولي العيادة من ال 45 لخمسين دلوقتي يعني حاجة الحقيقة موجعة للقلب يعني بيجولي دلوقتي انا بسميهم عيالي يعني 22 و23 هل عندك احصائية بتقول الضعف الجنسي منتشر في انهي سن اكتر؟ عندي احصائية للناس اللي بيجولي عيادة يعني انا قسمتهم طبعا انا مش حافظها انا عملتها لسه مؤخرا بس اللي قدروا لك انهم اكيد اكيد في السنتين تلاتة اللي فاتوا بدأوا يبقى داحت ال 35 ضعف الجنسي اه اه يعني بقت النسبة الكبرى اللي بتيجي العيادة بشكوى من ضعف الجنسي مبين 25 و35 هل قدرت توصلي الاسباب لكده؟ هو الاسباب يعني شبه معروفة طبيا لان انت كل ما بعيدت عن اغلبها ايه السمر غالب عليها ايه اه انه انه هم غير متحركين بمرثوس رياضة قاعدين يعني معظم الوقت اه انه هم اكلهم غلط اه معظم و احنا كلمنا على حق على الاكل في حلقة انت قلت يبقى ان الكوارع والاكل اللي احنا والمقليات والجونك فود والحاجات اللي هي مدرة جنسية كلها مدرة جنسية طبعا التدخين حدث ولا حرج والتدخين بالمناسبة زي وزي البوليوشن زي وزي التلوث زي التلوث الجو بالزبط يعني التدخين يساوي او يؤثر بالنسبة كم في المية على اصابة الرجل بالضعف الجنسي ما عندناش البرسنتج بالزبط بس احنا بنسميه انه هو جود فاكتر يعني ايه يعني هو عامل مؤثر جدا جدا واذا وجدنا ضعف جنسي في سنة غير لشخص مدخن يبقى التدخين ده بالنسبة لنا هو المتهم الاول لانه ببساطة شديدة جدا ممكن نعرف ازاي الميكانيزم ازاي ببساطة شديدة جدا التدخين ده عبارة عن تقريبا 3860 مكون في السجارة مكون سام كلهم حاجات سام ده انطبق على السجارة والشيشة اه طبعا والسجارة الالكترونية والسجارة الالكترونية دلوقتي طبعا فيها كلام كتير جدا جدا بالذات اللي فيها فليفرس يعني السجارة الالكترونية تؤثر تصيب الرجل بالضعف الجنسي لسه ما عملوش ابحاث في الحتة دي ولكن الحاجات اللي فيها فليفرس اللي فيها اللي هي الطعم يعني فيه سجارة الالكترونية فيه بالفاكهة فيه بالحاجات اللي هي بالشوكولاتة بالمش عارف ايه فكل كيمويات كيمويات دي بتخش الرئة الرئة هي اصلا المكان اللي احنا بناخد منه الاكسجين اللي هيغازي الجسم كله وبالتالي هم دلوقتي ذكروا او عملوا ابحاث عن التنفس وعن القلب لكن لسه ما بدأوش يعملو في بقية اعضاء الجسم اللي هي الدراسات يعني لكن خلينا نتكلم في السجارة اللي هي منتشرة اكتر من السجارة الالكترونية بكل عسف السجار والشيشة وبقية انواع التدخين كلها هي عبارة عن نيكوتين واطران النيكوتين بيقفل الاوعية الدموية بشكل وظيفي يعني هو بيأثر على العضلات اللي هي في جدران الاوعية الدموية بيقلصها فبيقفلها فطبعا كلما رحنا الاعضاء الترفية كلما هتتأثر اكتر كلما بعيدنا عن القلب كلما الاوعية الدموية اصغر زي اطران في الصوابع زي صوابع الرجلين زي الشفايف زي الشم زي السمع زي العروق الصغارة اللي في العنين وزي الاعضاء الجنسية فالنيكوتين حيقفل الاوعية الدموية دي الاطران حيدخل جواها ويترسب جواها فحيسدها ميكانيكيا فهي كأنها كماشة انت متخيل انت بتقفلها من بره ويتسدها من جوا طيب الاعضاء دي حيوصلها دم او تغذية كافية ازاي كمان كنت بقول لحضرتك اللي هي التلوث 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 مثلا زي الاماكن اللي فيها مصانع وفيها دخان الاماكن اللي هي بيحرقوا فيها الزراعات او الورق الحاجات دي كلها برضو بتؤدي لنفس النتيجة الحاجة الاخيرة اللي هي الدهون المحروقة الدهون احنا بنحرق وبنسبك وبنعمل وكده لدرجة لما نوصل لحاجة غامقة دي بيقى فيها هايدروكاربنز بتخش جسم بتعمل نفس تأثير التدخين وبرضو بتقفل الاوعية الدموية وبتعمل مشاكل الدم مش حية وصلوا احنا عايشين على الدم يعني الاكل المسبك كمان يؤدي للضعف الجنسي ده اكيد والدهون العالية بدون حركة وهكذا يعني حاجات كتير قوي للأسف احنا مجتمعنا موبوء فيها ولكن الخبر لا احنا قدر مرة نحطها يا دكتور ايه بقى رشدة او نقول الممنوعات لعدم الاصابة بالضعف الجنسي ايه بالنسبة للرجل مرة نقولها كده وارا بعدها وننزلها على الشاشة عشان برضو ان الرجال بتستفيد منها انا قبل ماجي كمان ابلاغ نفريل اعداد ينزلها اه اه لا انا يا من فيش مشكلة لانه كمان حضرتك دلوقتي المسألة بقى بتدخل كمان في فيش السايكل يعني اللي هي حلقة مفرغة انه هو بيبقى متأزم نفسيا ويبتدي موضوع الممكن يقلب معاه بعنف مع زوجته ومع عرسته وبعدين كمان بيبقى فيها فضايح بقى في الاماكن المجتمعات الصغيرة انه بيتعرف ان فلان ده كذا وطبعا المجتمعات دي لا تؤمن بالعلاج فيقولك ده خلاص مكتوب عليه طول عمر بيعرفش يتجوز حاجات بقى احنا في غينة عنها تماما بس الخبر الحالو اللي عايز اقول له حضرتك ان كل ده له علاج